ويا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا معكم في الحلقة الماضية عن القيام في صلاة الفريضة وأنه ركن من أركان الصلاة بالإجماع وأما صلاة النافلة فالقيام فيها مستحب ويجوز فعلها قاعدا مع القدر على القيام بالإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل وهو قاعد لكن ثواب من صلى قاعدا ويقدر على القيام يكون نصف أجر وثواب القائم أما من أخلى بالقيام في الفريضة فلا تصح صلاته وصفة القيام في صلاة الفريضة أن يقف منتصبا معتدلا ولا يضر الإنحناء قليلا ولو لم يقدر على النهوض إلا بمعين كعكاز مثلا ثم إذا نهض لا يتأذى بالقيام لزمه ذلك يعني أن يستند ويقوم وإذا استند إلى شيء في صلاتك جدار أو إنسان أو اعتمد على عصى فإن كان لعذر صحت صلاته وإن كان لغير عذر وكان الاستناد قويا بحيث لو زال المستند عليه سقط هذا لم تصح صلاته لأنه لا يسمى قائما حينئذ أما إذا كان الاستناد ضعيفا صحت صلاته وإذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود لأنه معذور وقد أجمع العلماء على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه إذا قام أو تباطئ البر أو شق عليه مشق شديد تذهب بخشوعه فله أن يصلي قاعدا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج في حال صلاة المصلي جالسا كيف يجلس افتراش أم تورك أم تربع أم ماذا يجوز له أن يجلس على أي صفة مفترشا أو متوركا أو مادة الرجلي أو متربعا فصفة الجلوس ليست واجبة إلا أن الأفضل عند جلوس جمهور العلماء أن يجلس متربعا يعني إذا صلى الإنسان جالسا الأفضل أن يصلي متربعا الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النساء وهو حديث صحيح طيب هذا التربع متى يكون في أي موضع من الصلاة في حال القيام والركوع إذن إذا صلى جالسا وأراد السنة تربعه في حال القيام يتربع ثم يركع ويرفع طيب وإذا سجد إذا سجد أو جلس يفترش إذا سجد إذا سجد وهو جالس لكن لا يستطيع السجود على الأرض فإنه يكون مفترشا وكذلك بين السجدتين يكون مفترشا وكذلك في التحيات يكون مفترشا هكذا ذكر شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن الفيمير رحمه الله في الشرح الممتع وأما إذا عجز عند الركوع والسجود دون القيام لعل في ظهره تمنع الإنحناء فهل يصلي قائما أو قاعدا يعني واحد يستطيع القيام لكن لا يستطيع الإنحناء لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد على الوجه المعتاد ماذا يفعل لزمه القيام يجب عليه أن يصلي قائما ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة فيحني صلبه قدر الإمكان فإن لم يطق حنى رأسه في الركوع والسجود والآن ها هنا مسألة غدت المشاهدة وانتشرة ونحتاج إلى بيان أحكامها ألا وهي الصلاة على الكراسي مع الأسف نشرت الكراسي في المساجد للمحتاج غير المحتاج وصار من به أدنى شيء وكسل أحياناً يصلي على كرسي وبعضهم لا تصح صلاته ولا تقبل لأنه لا ضرورة عنده صار الصلاة على الكراسي عند بعض الناس مسألة ترف مسألة كسل مسألة تساهل لا ضرورة تلجئه إلى ذلك ولكن يستسهل هات الكرسي حطه في الصف يصلي على الكرسي صلاة على الكرسي هذه صلاة اضطرار ليست صلاة اختيار ومع الأسف بعضهم يصلي على الكرسي ويمكن يقف في انتظار دوره في مخبز او مغنم دنيوي ممكن يقف مدة لكن في الصلاة رح يصلي على الكرسي طيب كيف هذا كيف انت الآن يعني تعلم بأن القيام ركم من أركان الصلاة ثم تفرط فيه لأدنى سبب تصلي على الكرسي وحيث أن هذه الظاهرة انتشرت أكثر من ذي قبل ولا يكاد يخلو مسجد ولا جامع من مصلين على الكرسي وصار بعض الناس يوقف كرسي على المسجد يوقف كرسي على المسجد وصرت تجد أحيانا المسجد فيه عشرين كرسي والحاجة يمكن حقيقة إلى اثنين أحيانا فهنا لابد من بيان حكم الصلاة على الكرسي أولا لا تجوز الصلاة على الكرسي في الفريضة لمن هو قادر على القيام الركوع والسجود لأن القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ويجب فعلها على هيئتها الشرعية وبناء على ذلك فمن صلى الفريضة جالسا على الكرسي وهو قادر على القيام فصلاة باطلة وكذلك من صلى على الكرسي بالإيماء بدلا من السجود على الأرض وهو يقدر على السجود على الأرض فصلاة باطلة وكذلك من صلى على الكرسي بالإيماء بدلا من الركوع وهو يستطيع أن يقوم يركع ركوعا كاملا فصلاته باطلة ثانيا من عجز عن القيام أو السجود لمرض أو كبر سن فله أن يصله على الأرض أو على الكرسي لكن السؤال ما هو الأفضل لو سأل شخص وقال هل الأفضل الصلاة أنا لا أستطيع القيام لكن أستطيع الجلوس على الأرض والجلوس على الكرسي أيهما أفضل الجلوس على الأرض أما الجلوس على الكرسي الأفضل أن يكون الجلوس على الأرض لأن السنة كما قلنا أن يجلس متربعا وهذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا صلى على الأرض جلس على الأرض ولكن لو صلى على كرسي لا مانع العاجز عن القيام وجاء في حديث عمراء بن حصير رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وهذا يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدا ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه ثالثا الجلوس على الكرسي في الفريضة حال ضرورة فيقدر بقدرها يعني لو كان يحتاج أن يجلس ربع القيام أو نصف القيام ما يجلس كل القيام يعني بعض الناس يمكن يقول أنا أكبر قائما ولما أعجز أجلس نقول إذا ما يجوز ولا يصح أنك تبدأ الصلاة على الكرسي لأن عندك جزء من القيام تستطيع أن تقف فيه فإذا الجلوس على الكرسي أو على الأرض الصلاة جالسا حال ضرورة فتقدر بقدرها فإذا كان يستطيع مثلا أن يصلي الفاتحة أو بعض الفاتحة قائما ثم يعجز فنقول تجلس عندما تعجز وإذا كان معذورا في ترك القيام فقط فهذا لا يبيح له عذره لا يبيح له الجلوس على الكرسي للركوع والسجود بمعنى لو قال أنا ما أستطيع القيام لكن الركوع أستطيع أن أركع والسجود أستطيع أن أسجد على الأرض نقول ما يجوز أنك إذا تجلس على الكرسي أثناء الركوع والسجود صلي على الكرسي في حال القيام لعجزك عن القيام وإذا جاء الركوع تقف وتركع وإذا ما تستطيع الركوع بس تستطيع السجود تسجد على الأرض ما تسجد في الهوى على الكرسي وإذا كان معذورا في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له ذلك عدم القيام إذا كان يستطيعه لأن بعض الناس يتفاوتون في ناس يستطيع القيام بس ما يستطيع الركوع والسجود في ناس يستطيع الركوع والسجود بس ما يستطيع القيام في ناس ما يستطيع القيام والركوع لكن يستطيع السجود على الأرض فاتقوا الله ما استطعتم تأتي بالركن الذي تستطيعه على هيئته الشرعية والباقي على حسب القدرة فالقاعدة في واجبات الصلاة أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله وما عجز عن فعله سقط عنه فمن كان عاجزا عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ولكن يأتي بالركوع والسجود على هيئتهما فإن استطاع القيام وشق عليه الركوع والسجود على هيئتهما فيصلي قائما ثم يجلس على الكرسي عند السجود ويجعل السجود وأخفض بالركوع رابعا من كان قادرا على القيام والسجود لكن لا يستطيع الركوع فلا يجوز له الجلوس على الكرسي بل يصلي قائما وإذا جاء الركوع يومئ بالركوع وهو قائم وهو قائم وهذا فرق مهم بين الركوع والسجود ما هو الفرق المهم يا جماعة ما هو أن العاجز عن السجود يجوز له أن يصلي جالسا ويومئ بالسجود يعني في حال السجود يكون جالسا ويومئ إلى الأمام أما العاجز عن الركوع لابد أن يقوم ويومئ وهو قائم إذا استطاع إذا استطاع يعني لو واحد قال أنا أستطيع أن أقف وأحني ظهري قليلا في الركوع بس ما أستطيع أن أحني كاملا هل يجوز أن أجلس عند الركوع الجواب لا تقف وتنحني قدر الإمكان ولا يجوز لك الإيماء وأن تجالس أما السجود أما السجود إذا قال أنا ما استطيع أن أسجد على الأرض نقول يجوز لك أن تجلس عند السجود وتحني ظهرك قدر ما تستطيع لماذا هذا الفرق لأن القيام أقرب إلى الركوع من الجلوس والجلوس أقرب إلى السجود من القيام قال الشيخ بن عثيمي رحمه الله فمن لم يقدر على الركوع أومأ به قائما ومن لم يقدر على السجود أومأ به جالسا وجاء في فتاوى اللجنة أيضا ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود إذن لو أومأ للركوع من جلوس وهو يستطيع أن يقوم ويومئ بطلة صراته رابعا من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ويصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود لأن القيام ركن لمن قدر عليه فلزمه الإتيان به كالقراءة والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه والواجب على من صلى جالسا على الأرض أو على كرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه طيب وأين يضع يديه قلنا عند القيام على الصدر وعند الركوع على الركبتين حتى لو صلى جالسا طبعا كلام هذا الآن حتى لو صلى جالسا طيب أما في حال الجلوس فيجعلهما على فخذيه طيب وفي حال السجود واحد ما يستطيع السجود على الأرض أين يضع يديه قال الشيخ عبد العيس باز رحمه الله يجعلهما على الأرض إن استطاع يعني أنت الآن جالس على الأرض وما تستطيع السجود أين تضع يديك عند السجود في الهوى لا على الركبتين لا على الفخذين لا تضعها على الأرض على الأرض لأن الأصل في السجود أن الكفين على الأرض وهذا من الفروق أنه بين الإنسان يصلي على الكرسي وإلا على الأرض إذا صلى على الأرض فإنه سيجعل الكفين في حال السجود على الأرض وهذا هو مكانهما في حال السجود أما إذا صلى على الكرسي سيجعلهما في الهوى ممدود إلى الأمام أو بين رجليه أو على جنبيه اختار الشيخ عبد العزوز رحمه الله في حال السجود الواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع فإلا من يستطيع جعلهما على ركبته وذكرنا الرأي الآخر يجعلهما على بين رجليه أو على جنبيه أو أمامه لأن وضع الكفين على الركبتين هذا في الركوع وعلى الفخذين في الجلوس بين في الجلوس لكن في السجود على الأرض وإذا ما استطاع بين يدي رجليه على جنبيه في الهوى أمامه إذا صلى على الكرسي تفريقا بين هذا وبين الركوع لأن الركوع على ركبته طبعا هذه الأفضلية السنة أما من صلى استطاع يصلي على الأرض ويضع عديه على الأرض عند السجود فيفعل ذلك خامسا من كان قادرا عن اتيام بتكبيرة الإحرام قائما فيلزمه ذلك ثم يجزع الكرسي بعض الناس يقول أنا فقط أستطيع أني أكبر الإحرام قائما ثم لازم أجلس أما إذا كان عاجزا عن قيام كليا كما هو الشأن في المعاق فيجوز له أن يكبر جالسا سادسا العبرة في من صلى جالسا الآن واحد يصلي على الكرسي أو على الأرض في صف الصلاة كيف يصفه إذا كان سيصلي طيلة الصلاة جالسا فتكون مقعدته بمحاذاة أقدام المصلين المقعدة بمحاذاة أقدام المصلين وكذلك المنكب المنكب كأن المنكب عند ركبة المصل الذي بجانبه ومقعدته عند قدم المصل الذي بجانبه هذا إذا كان يصلي جالسا طيلة الوقت فالعبرة في من صلى جالسا مساواة الصف بمقعدته فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن فإذا كان سيصلي على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه ومقعدته لكن إن كان سيصلي قائما ويجلس عند الركوع أو السجود أو عندهما فإنه يصفك بقية الناس قدماه بمحاذاة أقدام المصلين وهذا خطأ يفعل عدد من الناس في المساجد أنه يصلي قائما وما يستطيع أن ينحني في الركوع والسجود فيقدم الكرسي ويتقدم أمام الصف يقف متقدما عن الصف طيلة القيام في الصلاة وهذا خطأ هذا اصطفاف خطأ وإذا كلمت قال حتى لا أضايق من خلفي يا أخي من خلفك يرجعون خطوة إلى الوراء يذبرون أمورهم لكن أنت صف صح أنت الآن تريد أن تصلي قائما فتضع قدميك بمحاذات أقدام المصلين وعند الجلوس عند الركوع والسجود تجلس هذا بالنسبة للمصلي على الكرسي في حال القيام أو في حال الركوع والسجود ماذا يفعل فإذا متى يكون الكرسي متقدما عندما يصلي كل الصلاة جالسا ومتى يكون الكرسي راجع لوراء وقدماه مع أقدام المصلين إذا صلى قائما ولكنه يجلس عند الركوع والسجود هذا بالنسبة لموضوع الاصطفاف سابعا لا حرج من صلاة النافلة على الكرسي ولو لم يكن معذورا إلا أن له نصف أجر القائم لقول عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم هذا ما يتعلق بالصلاة على الكرسي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه أفابكم الله وجزاكم خيرا وأحسن خاتمتنا جميعا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته